حديث الدكتور خليل يقول أن هناك تحديات حالية لدى اللغة العربية من حيث التعليم وغيره لكنها أفضل بكثير من قرن من الآن ماذا تعلقين على ذلك؟ نعم أنا أتفق كل الاتفاق مع دكتور خليل فيما تفضل به وذلك لأن الرقمنة والتعلم الذكي استاهم بشكل كبير خاصة في فترة الجائحة العالمية كورونا في انتشار للغة العربية بشكل كبير بفعل استخدام التقنية الحديثة التقاني الحديثة والتعلم الذكي عن بعد حتى أولئك الطلاب الذين كانوا مغتربين عن الدولة وفي حالة مرضية كانوا يستطيعون أن يتلقوا تعليمهم باللغة العربية والمواد العربية عن بعد فالحضارة والمدنية الحديثة ساهمت بشكل كبير في انتشار اللغة العربية وليس انحسارها وكما قال المستشرق الألماني المعروف كارل بروكلمان أيضا القرآن الكريم حافظ على انتشار اللغة العربية وامتدادها واتساعها عبر مدة زمانية طويلة وذلك من خلال ما لم تحظى به أي لغة في هذا الوجود بالإضافة إلى أن المسلمون جميعا مؤمنون بأن اللسان الذي أحل لهم أن يؤدوا فيه شعائرهم هي العربية وهذا كان امتياز كبير للغة العربية سابقا ولاحقا وفي مستقبل الأيام فلن حسارة للغة كما تفضل الدكتور خليل على وعلى أن أقدم اللغات هي لغة ربانية بامتياز تكفل رب العالمين بحفظها إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون فهي لغة الخلود وما دامت لغة الخلود فهي باقية وإن فنى جميع البشر